أهلا بحضراتكم الصناعة ملف مهم من الملفات الإقصادية اللي بيتم منقشتها في الحوار الوطني اللي بيركز على كيفية دعم وتشجيع الصناعة المحلية وده طبعا لأنها أولوية في خطط التنمية اللي موجودة معنا في الفترة دي واللي بنتكلم فيها بقالنا فترة إن إحنا عشان نقدر نعمل تنمية محترمة لازم نعمل منتج مصري محترم ده هي مننا يمكن الصناعة هي عصب وركيزة أساسية من ركائز التنمية لأي دولة يمكن بتخطو خطوات أو بتقفز قفزات كبيرة في اتجاه المنافسة العالمية يمكن علشان كده فيه اتجاه في الحوار الوطني اللي بتوافق حول طرح تشريعات وحزم من الحوافز للقطاع الخاص تحديدا لتشجيع الصناعة المحلية خلونا نرحب بضفنا الكريم اللي منوارنا فيه على استوديو المهندس مجدي غازي رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق صباح الخير يا بشواندس صباح الخير يا بشواندس بشواندس أهلا بحبتك بداية عندما نيجي دايما نتكلم نقوم مع ايلين احنا محتاجين دعم الصناعة ده الجملة اللي دايما بتقال في كل حاجة احنا بالفعل شايفين جهود بتحصل لدعم الصناعة حالك شايف وصلنا لأي مرحلة في دعم الصناعة وفي دعم المستثمرين كمان هو احنا ابتدينا فعلا في دعم الصناعة وبتديناها من حوالي خمس ست سنين فاتت الدولة قامت بمجرات قوية جدا كان مفروض الصناعة تستفد بها عملت بنية تحتية قوية جدا للصناعة عملت طرق عملت مواني عملت سكك حديد عملت مطارات عملت محطات كهرباء عملت شبكات غاز عملت محطات مياه عملت محطات معالجة صرف بنية تحتية متكاملة عملت بنية تحتية قادرة على قيم الصناعة عملت كمان بنية تشريعية عشان خاطر الصناعة محتاجة البنية التحتية والبنية التشريعية عملت قانون تعميق تصنيع المحلي عملت قانون الاستثمار. عملت قانون تسيير الإجراءات. عملت قانون الصناعات الصغيرة والمتوسطة. عملت قانون التنمية الصناعية. عملت قانون تقنين أوضاع المصانع. قدمت مبادرات البنك المركزي. المبادرات الخمسة في المية وخلافه. فالدولة عملت مجودات قوية جدا للنهوض بالصناعة المصرية. احنا شايفين ان احنا وصلين لمرحلة طيبة في دعم الاسمار وفي دعم الصناعة اه يعني هي الدولة عملت ما يكفي لقيام صناعة قوية في البلد نعم طيب خلينا نتكلم بمنتهى الصراحة ويمكن احنا في حالة حوار وطني حضرتك ذكرت وعدت بنية تحتية تم العمل والتجهيز لها على مدار العشر سنوات السابقة ليمكن نهوض بجمهورية جديدة زي ما دايما ما بنقول اللي احنا فيه جمهورية جديدة ايه اللي بينقصنا لجذب الاستثمارات المتعددة لهذه البنية التحتية ارجع لي الدولة عملت البنية التحتية والبنية التشعية البنية التحتية اللي عملتها للدولة تي بنية دولة بنية بتفيد جميع قطاعات الدولة صحيح هل بقى استفادت الصناعة من البنية التحتية ديت هنا السؤال الإجابة ما استفادتش الاستفادة الكاملة لو كانت استفادت الاستفادة الكاملة كانت الصناعة بقى في حت يعني في منطقة تانية خالص النهاردة طيب ليه ما استفادتش من بنية تحتها دي استفادة الكاملة لأنه كان مفروض يواكد النهوض أو البنية التحتها قوية اللي قامت بها الدولة يبقى فيه مناطق صناعية جديدة حديثة أو توسع في المناطق الصناعية القائمة وهو إحنا دلوقتي لما نعمل البنية التحتها اللي عملناها دي كلها ليه عشان يجي مستثمر يعمل مصنع طيب لو جاء المستثمر البنية التحتها قوية وجزابة وتشجع أي مستثمر يجي هل الأراضي الصناعية متوفرة وهل هي متوفرة باليسر أو يقدر يحصل عليها بالسهولة المطلوبة حضرتك لما جاء لك مستثمر صناعية مجمعات صناعية متكاملة وأنا بد أن يكون لك مرضي صناعية مجمعات دي نقطة في بحر إحنا بنتكلم على صناع الدولة لازم يبقى فيه مناطق صناعية تناسب النهوض النهضة اللي حصلت في البنية التحتها عايز وبعدين حتى ترفيق المناطق الصناعية حليسة يعني الناس بتيجي مش بتلاقي مكان تشتهل الحد النهاردة فيه الناس بتيجي تلاقي الأرض ورقها مش خالصان أو مش وصلها خدمات لا ناخدها نقطة نقطة يعني لما بيجي المستثمر الصناعي عايز أرض الحد النهاردة فيه مشكلة في الأراضي الصناعية إنها مش متوفرة بالكمية المطلوبة يعني المستثمر اللي بيجي المستثمر الصناعي اللي جاي عشان ياخد أرض ممكن يعد سنة عشان ياخد أرض ومفيش مستثمر جاد وجاي مع استثماراته وهينتظر سنة انت جاهز هيستثمر عندك انت مش جاهز مش هستثمر وهيرفح حتة تاني وانا ليه بقول في الموضوع ده المستثمر اللي بنخسره ده بيبقى علينا مش لينا وده ما أنا أقول وما بيجلش تاني المستثمر أو الفرصة الاستثمارية زي كرة التنس لما بتطلع يا فندم يا نقطة ليك يا نقطة عليك يعني لو انت ما خدتوش هيروح حتة تانية وهيبقى منافس ليك هنا صحيح طبع فالأفضل ان احنا لازم نبقى جاهزين لأي فرصة استثمارية تيجي هنا مصر كن ان احنا عملنا الجزء الصعب اللي هو البنية التحتية لكن كان لازم في التخطيط ده يبقى فيه خطة موازية لتنمية المناطق الصناعية وانا بقول تنمية المناطق الصناعية حتى اللي موجود فيها لازم يتم تطويره لان الفترة الجاية هيبقى فيه في التصدير بيشترط ان المنطج ده جاي من منطقة صديقة للبيئة صحيح فاحنا محتاجين احنا هنا بنربط ما بين الصناع وما بين الاستثمار في البيئة الاتنين مع بعض بربطة او باخر لان احنا بقنا كثير جدا منتكلم وبنسمع عن اماكن بتقدم اعفاق الضاربية علشان تعمل نوع من انواع الجذب للناس انها تروح تستثمر عندها وانها تشتغل فيها فإذا ده موجود وبالعكس بنحاول نعمل جذب عن نحنا نقول هنعمل اعفاقات فين المشكلة مش مش عارفة فين المشكلة لا لا هو بس حضرتك انا بقول لحضرتك ان المستثمر الاجنبي كمان موضوع الاعفاق الضاربية مش مقص معه قوي صحيح لكن المستثمر الاجنبي بيحب ان هو ييجي يبقى جاي على تشعات قوية منفزة مستقرة وهو بيعمل دراسته حتى لو انتي عندك درايب محددة بيعمل دراسته عليها وبيقدر هو يتكيف معه الاعفاق الضاربية بتفرق اكتر في المشاوات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لسه صغر المستثمر لكن لو انا بكلم في مستثمر اجنبي كبير هو راجل عارف عامل دراست جدوى فعارف ان انا هدخلها حق ربح من ديوان او من اليوم الاول بالزبط كاته فبالتالي مش هيفرق معه حتة الاعفاق الضاربية لكن يفرق معه اختيار الاراضي الصناعية المرفقة سؤالي سؤالي انا في النقطة دي يعني انا حطينا دينا على اول مشكلة لكن الدولة عندها حلم ويمكن الحلم ده هو حلم مش عارف انا بشوفه هو حلم كبير هذيك شايفه ايه اللي هو الميت مليار دولار صدرات شايف الدولة قادرة على هذا الحلم ولا هو حلم بعيد المنال لا هو مش بعيد المنال هو الميت مليار صدرات هو داخل فيه صدرات زراعية وصدرات مترولية وصدرات صناعية الاستدارات الصناعية قادرة على أنها تساهم بقدر كبير جدا في المئة مليار لو اتعمل لها قارية الطريق سليمة وتم متابعتها وتنفذها لما نيجي نقول المصانع يحنا فيها عندنا مصانع بتصدر يبقى لازم نعمل خطة سريعة وخطة متوسطة وخطة طويلة الأمد للتزيير عشان خاطر عشان نمشي صح لازم نبقى رجلين سبتة على الأرض احنا دلوقتي عندنا في مصانع بتصدر حاليا يعني قائمة وبتنتج وبتصدر دي محتاجة شوية دعم بسيط عشان زيادة الصادرات دعم ايه؟ يعني ناقصه ايه؟ هقول لحظة كفين ممكن عندها مثلا يعني برنامج رد العباء في بعض مصانع وقف على الموضوع ده انا من وجهة نظر رد العباء رد العباء مش لازم مادي بس لا ممكن فني ممكن مصنع بيصدر بس محتاج بعض الدعم الفني لتطوير منتجه ممكن يبقى محتاج وجود او عمل تسويق ليه ممكن يعني سوق خارجي ممكن يكون محتاج بعض نقول ايه الايدة يعني اوفر له ايدة عاملة مدربة وده برضو دور دولة حضراتك ذكرت حاجة مهمة جدا فكرة التسويق هل احنا قادرين على التسويق لانفسنا وما نمتلك من امكانيات وقدرات ولا محتاجين ان احنا نسند ده لأهل التخصص تحديدا تصد مين بأهل التخصص أهل التخصص حاجة ما فهمها زي ما فهمت انا ما قلتش حاجة لا اقول لحضرتك شركات عالمية مثلا هي رائدة في التسويق انا اعتقد ان احنا في موضوع التسويق الخارجي مش شطرين نعم او مش شطرين بالقدر الكافي انا ما فيش جاعة نقول مش شطرين لا 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 لان عندنا كفاءات احنا عندنا كفاءات وعندنا امكانيات لكن ياريت نقص الاستخدامة يعني احنا يعني استفاراتنا بارة دي لو نقدر نتعاون معاها ونبقاها تبايا مصدر ترويج لصناعاتنا وهي عندها من الكوادر اللي هي تقدر تعمل الكلام ده اه طبعا هيفرق معنا وبعدين كمان فيه اللي هي الأسواء فيه بتبقى أسواء عالمية موجودة ينزل فيها المنتج المصري وتسان فيها وللأمانة وزارة الاستثمار والهائة العمل الاستثمار ليه مدور قوي جدا في الموضوع ده لما تيجي حضرك نقول التسويق وميه هو مش بالقدر الكافي طب هو ليه مش بالقدر الكافي هو عندنا الامكانيات وعندنا الكوادر وعندنا كل ما يجعلنا ان احنا نسوق كويس يتبقى ايه ان احنا ناخد الخطوة وننفذها صح خلينا نفكر كده عشان ناخد الخطوة وننفذها صح بتقول ان احنا عندنا بشكل او باخر عجز في الاراضي المخصصة او مش عجز يعني ما هيش طول الوقت مستعدة والمستثمر عايز يجي خط فلوس يبتدي يشتغل هو عجز في الاراضي الصناعية في مصر نحلها اي كيف نعمل خريطة اراضي صناعية نفعلها لو هي معمولة او مش متروحة هو فعلا فيه خريطة اراضي الصناعية لكن الخريطة بتعرض اللي موجود الخريطة انا كاني شاهد في ان اطلقتها سنة правильно الخريطة زي عبارة عن البانك الاندبانك بانك اراضي بياخد الاراضي الصناعية وبعرضها دي كم قطعت اراضي تقريبا sailor أنا دلوقتي ما أعرفش أنا براً لكن أنا أعطاق المسال مش هيتعدى ألف ومتين قطعة دلوقتي لو أنا عندي ألف قطعة مثلا دلوقتي المتحين من اللي كان معروض ليه ما خلصت الألف وأوفر بعد كده ألف وثلاثة واربعة وعشر بس أخلص الألف مشاكل إجراءات أنا أقول لي عندي عجز إجراءات أنا لم أخلصتش الألف ليه؟ هايقول عندي عجز ولا نصنع بصش الألف لا يا فنن هو بص هو ليه عجز إحنا بنتكلم على هنرجع بقى يعني أنت ترجعني لموضوع الأراضي الأراضي عشاء خاطر إحنا نتخصصها لازم يبقى فيه جهة حضرتك مستثمر جاي مصر عايز أرض تعمل عليها مصنع يبقى حضرتك هتروح فين هتروح فين أنت مصنع جاي عايز تاخد أراضي صناعية نحن عايزين الإجابات نحن عايزين الإجابات أنا أقول لحضرتك متخيلة تروح فين مفروض أروح أنا أعمل مصنع أروح وزارة الصناعة والهائقة المختصة بالصناعة هي التنمية الصناعية مفروض أروح التنمية الصناعية قالهم أنا أعمل المشروع الصناعي كذا 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 ووفروا لي الأرض بتاعتها لكن دلوقتي الأراضي متوزعة يعني أعمل قانون موحد طيب؟ أو أعمل هيئة موحدة؟ يا فندم أنا في بداية حديثي قلت حديثي إحنا عندنا يعني من القوانين ما يكفي للنهوط بصناعة المصنعية يتبقى تنفيذها بنسبة 100% أو 80% دي مشكلة كبيرة فندم دي مشكلة كبيرة جدا لو أنا عندي القلون وعندي التشريعات وعندي البنية التحتية اللي الدولة مشكورة تعبد فيها على مدار سنوات لكن للأسف يعني آلية التنفيذ غير متوفرة فبالتالي هيحصل هنا النزاعات اللي احنا بنقول عليها والتشابكات ما بين الأطراف الأخرى أيوة وعشان كده دايما أنا أفضل إن مشروع الصناعة دايبقى مشروع حكومة مشروع دولة ليه؟ لأن الصناعة داخل عشان تنمو صناعيا أو خطة خطة نمو صناعة دي مشارك فيها أكتر من وزارة يعني المصنع محتاج معاونة وزارة الكهرباء وزارة البترول وزارة الإسكان وزارة البيئة وزارة الداخلية في الحماية المدنية كل الوزارات دي لو في وزارة منهم طلعت قرار عن غير قصد هيدور المصنع خلاص بقى ربط القطر النمو كله توقف اه زي ما أنا دايما نقول القطر اللي هو عشرين عربية العشرين عربية يقدروا 19 منهم يمشي بسرعة 200 وفي عربية منهم تقدر تمشي بسرعة 50 القطر هيمشي بسرعة ايه؟ 50؟ أكيد لأنه يحيطر لازم يمشي بنفس الناس لازم عشان وإيه بقى اللي يقدر يعني يرائب الوزارات هي الحكومة يعني ما ينفعش وزارة الصناعة هي اللي تقدر تقول لأ دا الوزارة دي أنا مش عايز تبقى وزارة قدام وزارة لازم حكومة هو مشروع حكومة أيوة ولازم يبقى الحكومة هي اللي بترائب الخطة النمو الصناعي وتعرف أنهي جزء اللي فيه الخلل وهي اللي تعرجوها لأنها القادرة على توجيه الوزارة الأخرى هل فيه هيئة أو فيه حاجة تقدر تعمل التنسيق يعني ممثل عن كل وزارة بيجتمعوا مع بعض فالهيئة يضعوا خطة ودلوقتي فيه المجلس العرس اسمار ما هو دا الامل الوحيد للصناعة المصر؟ وطلع 22 قرار من أكثر يعني من تقريبا بنكلم فيه سبعين أو ثلاثة يا فندي ما هو دا بارقة الامل كانت صائبة وقرارات يعني وضعت آلية لتنفيذ أغلب المشروعات اللي حديك بتتكلم فيه دي حقيقة ولا حاجة دا الامل للنهوض بالصناعة وفد التشبه برئاسة السيد الرئيس الجمهورية كبيرا أكيدا حلاص بقى أكيدا عشان كنا راح يتضامن بإذن الله إن الصناعة إن شاء الله للأمام بإذن الله طيب إحنا قعدنا كتير نتكلم عن المناطق اللوجستية اللي إحنا بنبقى محتاجينها أو المناطق اللوجستية من المقرر إنها تقام هل دا ممكن يساعد على إن إحنا نعمل توصين للصناعة خصوصا إن إحنا كنا اتأخرنا لفترة وبتدينا نشد نفسنا بسرعة بسرعة علشان نلحق لكن بالفعل المستثمر اللي كان في الفترة اللي إحنا مش موجودين فيها وما عندناش فيها بنية أساسية ولا بنية تحتية محترمة أخذ فلوسه وراح بقى بيشتغل في مكان تاني وبقى بالفعل المنافس نقدر نقول تعالى عندنا تاني إزاي لا حضرك أنت المناطق اللوجستية موجودة في مصر صحيح وموجودة في أماكن رائعة يعني إحنا عندنا نحور قناة سويس والمطاقة الإقتصادية طبعا يعني دي منطقة لوجستية وفيها توطين عدد من الصناعة قائم بالفعل فإحنا عندنا لكن هنرجع بقى نرجع اللي أنا قلته قبل كده اللي هو الخطوات التنفيذية مشكلتنا هي تنفيذ القوانين وتنفيذ القرارات وتنفيذ الرؤى طيب من ناحية عندنا موقع مش موجود في العالم يمكن زي ما إحنا ما نتابع الأزمة الحالية العالمية اللي موجودة هي ارتفاع الفائدة الأمر اللي أثر على مصر ونعكس سلبا في فكرة العملة الصعبة وتوفير العملة الصعبة إزاي يقدر أقلل الفطورة الاسترادية لمصر خلال هذه الفترة تحديدا؟ إزاي يقلل الفطورة الاسترادية السريعة؟ حضرتك التفاقات معنى اتفاق اللي أنا عندي لازم يكون خطة سريعة وخطة متوسطة وخطة طويلة الأجل أنا أتعلمتها من حضرتك بص يا فندم اللي هو السريعة تعتمد على حاجة واحدة وعي المستهلك المصري وده عمر صعب أعتقد لا أعتقد الشعب المصري حالياً واعي وعرف المشكلة اللي إحنا فيها للمشكلتنا من عشرات السنوات اللي إحنا عندنا عقدة الخواجر في الأزمة الاقتصادية اللي إحنا فيها ما عادتش العقدة دي موجودة لا دلوقتي المشتري أو المستهلك أصبح دلوقتي السعر بالنسبة له أساس في اختيار أهد حالك مثلاً أقول له حالك عن تجربة الكلام ده يعني نظرياً رائع لكن عملياً إنزل الهايبر ماركت أو الأسواق الكبيرة اللي فيها سلع تكنولوجية مثلاً هتلاقي كل يسأل على الحاجة المستورة وبيشتريها وبيتكلب عليها في الأسواق وبيدفع فيها أضعاف أضعاف تمنها رغم استغلال التجار لهذه الأزمة يمكن أعتقد يا أحمد أنا خلفك الرأي بالعكس فيه منتجات مصرية كتير في الفترة الأخرانية الناس بتشوف علشان فرق السعر يعني كان الأول لما كان فرق السعر بسيط كان الناس بتتاجه النقطة دي اللي هي التانية اللي أنا أقول أعرف السخر لكن مع وجود فرق السعر كبير أعتقد إن ده عمل نوع من أنواع الدعاية غير المباشرة للمنتج المصري المتاح والناس بتتجربوا وبتتتثق فيه بس بعد نقطة السعر نقطة السعر هي اللي حددت بجليل إنه فيه منتجات اللي هي الأول كانت رخيصة والناس ما كانتش بتشريها وتروح للمستورات لا الاتنين كانوا استورادين على فكرة كانوا يروحوا للتصنيف اللي هو رقم واحد واسبت اثنين وثلاثة لا دلوقتي بقى اللي هو كان رقم ثلاثة زمان دلوقتي هو مكتسر صحيح ده دليل إنه السعر حكم السعر حكم لكني ما زلت أروح للمنتج المطورة راتش للمصري يعني إحنا عندنا شركات غاية في الكفاءة والجودة هقولك بقى النقطة التانية اللي هو الخطة التانية اللي هي المتوسطة اللي هو الارتفاع بجودة المنتج المصري عشان خاطر بقى يبقى هو البديل يعني أنا كمستهلك واعي وعايز أقلي الفاتورة الاسترادية طب أنا عايز البديل صحيح يبقى لازم أرتفع بالبديل المصري بجودة البديل المصري وبرضو خلينا ممكن يبقى جودة المنتج المحلي وممكن يكون وقت برند عالمي لكن بيصنع في مصر وفي برندات بقت مصرية وتنافس البرندات الأجنبية صحيح وده موجود أنا بكرم الحضاريك أنا رجل الصناع ويعني أنا بس مش عايز أقول أسامي لكن ده موجود ففي دلوقت فيه منتجات مصرية صرف ابتدى يبعليها طلب لما ارتفع المنتج المستورد والناس ابتدت خلاص اتعودت عليها وزي ما أقول ده ممكن يبقى فيه برند عالمي لكن منتج بس إحنا نعم نتكلم على المصري هو نسبة المكون المصري فيه نسبة يعني لم تصل إلى ماء في الماء ويمكن عشان كده دائما ما بنشوف أستاذ الرئيس أسناء افتتاح عدد من المشروعات في مبادرة إبدأ اللي بيتم افتتاحها يعني في أي من الاحتفالات عبر تقناية الفيديو كونفرنس بيكون حريص على فكرة توطين الصناعة المصرية الارتفاع بنسبة المكون المحلي عشان أوصل للحضرتك قلت عليه ده تحديداً شفت حضرتك أنت قلت الارتفاع بنسبة المكون المحلي ما فيش حاجة اسمها إن صناعة تبقى 100% مصرية هتبقى في صناعة محددة جداً وده العالم كله كده على فكرة يعني ما فيش في أمريكا صناعة 100% أمريكاية كلنا بنكمل بعض اه يا فانو فيه يعني التايوان دلوقت بتدي للعالم كله مايكروشيبس بالزبط ما فيش حاجة اسمها مصنع يعني إحنا مش عايزين نقول إيه إحنا عايزين مصنع مصر 100% لا إحنا عايزين إحنا بنقول إيه 40% عايزين 60% عايزين ده وصل لـ 80% طوي إزاي يوصل لـ 80% يبقى لازم يبقى لها بلان لازم عشان نوصل لـ 80% لازم يبقى عندي المادة الخام أو المنتج البديل اللي أنا أقدر أعود به وهل ده بقى متاح ولا مش متاح ده مفروض دي تعمله خريط الطريق نمشي عليها عشان التعويض هدى حضرتك مثلا العربية مثلا العربية فيه بنستورد المساعدين ممكن نقول يبقى فيه مصنع لإنتاج المساعدين نتارجت الكويتش صنعات المكويتش يبقى إحنا نحط من دلوقتي إحنا عايزين إيه لـ 3 سنين قدام صحيح وأنا بقول حول الغيثة قطرة نوسع لنفسنا مكان في السوق العالمية اللي هي بالفعل كانت حاجات فيها أماكن في فترة إحنا مش موجودين فيها بالضبط كده بالضبط كده كل شكرا لحضرتك المهندس مكدي غازي رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق نورتنا وشرفتنا وعرفتنا نقاط كتير كانت غيبة عن بلنا شكرا جزيلا لحضرتك شكرا جزيلا لحضرتك المهندس